نرجع للانتخابات مرة تانية وهي مش بس زي مولت لحضراتكم من الانتخابات في الرئاسة بس احنا جاوب معانا معلش المادام ازيسة بشكرك الف شكر مش بس الانتخابات في الرئاسة فيه كمان السنتس وده مهم قوي لبعض الولايات الا ان منيسوتا بتعيش تنافس للمرة التانية ما بين مرشحتين من اصل عربي لكن مختلف في التوجهات السياسية الهان عمر حضراتكم عارفين موقفها كويس جدا وقد ايه متزمتة جدا وقد ايه يعني هي ضد امريكا على فكرة يعني الهان عمر هي عن الحزب الديموقراطي وقصدها الاعلامية داليا العقيدة هي عراقية وداليا عن الحزب الجمهوري تسع الهان الى الفوز للوصول الرابع الى الكونجرس الامريكي بينما تخوض العقيدة محاولة تانية بعد فشلها امام الهان في عشرين عشرين الهان ولدت في الصومال الف سعمية واحدة وثمانين ولجت لامريكا مع عائلتها في التسانات داليا العقيدة المولودة لعائلة فنية في بغداد الف سعمية تمانية وستين تتبنى مواقف محافظة بتركز على القيم التقليدية كالامن القومي وسياسات السوق الحرة مثلما تعبر عن قلقها من قضايا الهجرة وتؤكد دعمها لامن اسرائيل في الفيديو قديم لالهان هشارك حضراتكم به وحضراتكم عارفين كويس قوي انه دي اجندتهم ودي طريقتهم اغلبهم يعني هل بقى الهان بكل المشاكل اللي مرت بها خلال الاربع سنين اللي فاتوا هتقدر تكمل وتنجح المرادي ولا هنا داليا هتاخد مكانها هشوف مع حضراتكم الفيديو ده وبأكد ان ده كان بتاع عشرين عشرين تفضل هل هيتكرر تاني الفلوس قصد الصوت الدعم او يعني يغازلها تغازلهم باي حاجات تانية او الناس يعني اللي معاها في الكامبين بتاعتها هل ده هيتم الله اعلم هل الناس فائت الله اعلم هل هما لسه عايزينها تاني الله اعلم برضو ده اللي هيبان في نتيجة الانتخابات مش بس الهان ومش بس داليا في اسماء عربية بانت في الانتخابات دي اللي عشرين عربعة وعشرين مش بس المرشحين لا كمان ظهرين قوي في الانتخابات منهم حد كمان داعم لحملة ترامب مسعد بولس مسعد بولس لبناني على الاصل هو صهر رئيس ترامب وقد اصبح منصق عام للعرب الامريكيين في حاملة ترامب الرئاسية هو عامل معاه شغل حلو جدا 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 وبيدعمه كويس جدا وعارف العرب بيفكره ازاي والناس دول بتعمله فيه الشخصية التانية ابي حمادة واسمه الاصل ابراهيم حمادة وهو سوري الجنسية في اريزونا هو مدافع مستميت عن ترامب والشخصية اللي بعد كده رشيدة طليب وهي نائبة حالية ومرشحة لديموقراطيين الفلسطينيين هي فلسطينية الاصلية ليه بننتخب او الامريكان بينتخبوا في اول ثلاث في نوفمبر وقع اختيار الكونجرس على هذا اليوم بسبب تركيبة المجتمع الامريكي وقتها كان اغلبه من المزارعين فبسبب تواجدهم بمواقع بعيدة عن مراكز الاقتراع احتاجوا ليوم على الاقل لانهم ينتقلوا والاضلاق باسواته واعتبر المشرعين انه عطلة نهاية الاسبوع غير ملأمة بسبب تواجد اغلب الامريكيين في الكنائس يوم الحد مش عارفة الدنيا تغيرت دنيا تغيرت فضلا عن ذلك وصفوا يعني يوم الاربع باليوم السيء بسبب تواجد المزارعين برضو في الاسواق وتم اختيار شهر نوفمبر اللي بيقع بعد موسم الحصاد وقبل بداية التقص الشتائي البارد يعني اختيار اليوم ده علشان خاطر الناس الامريكان اللي كانوا اغلبهم مزارعين في الولايات المتحدة الامريكية واتفقوا على اعتماد يوم الثلاث الاول من نوفمبر وبدأ التصويت بهذا اليوم لأول مرة خلال الانتخابات الرئاسية اللي اجريت عام 1848 خلينا شوف محضراتكم فيديو عن الانتخابات من فترة كده ونخلي بالنا الولايات اللي كانت اغلبها رد مهم دول اللي كانوا بيروحوا الكنيسة بس اللي ما بقوش بقى يروحوا الكنيسة بتدوا يغيروا الولايات دي للازرق وابتدت الدنيا تتغير نشوفها سوا جو فوت محدش عارف الالوان دي هتتغير لإيه يعني ربنا معايا كوبا يوم الخميس رفع الرئيس السابق ترامب دعوة قضائية ضد شبكة سي بي اس نيوز مطالب بتعويض عشرة مليار دولار مشيرا لان الشبكة مرست سلوكا مخادع لغرض التدخل في الانتخابات في مقابلتها مع كاميلا هاريس وجاء في الدعوة القضائية انه بيقدم الرئيس ترامب هذا الإجراء لتصحيح الدرر الهائل اللي لحق بحملته تأتي الدعوة بعد ان كتب محامية ترامب رسالة إلى شبكة سي بي اس نيوز بيطلبوا فيها الشبكة بإصدار النص الكامل لمقابلة ستين دقيقة مع هاريس بعد بسها إجابتين مختلفتين على نفس السؤال يعني الشاشة القناة دي حطت السؤال مرة واحدة وفي مرتين الإجابات مختلفة من كاملها معنى كده ان حصل تلاعب الرد اللي ردته قالوا لها بعدين بقى لا مش هينفع ده جاوب الإجابة دي وده القضية اللي مرفوعة دلوقتي يجي لنانسي بيلوسي نانسي بيلوسي بتقول بتحذر من مخاطر وفاة ترامب في منصب الرئاس يا سيتي هو رجح بتفولي على الراجل ليه اسمولي عليه شوي يعني دلوقتي ترامب كبير وبايدن وقتها كان ايه كان لسه شاب يعني المهم بتقول انه ده هيقدي العواقب رهيبة بيحاولوا يرهبوا الناس هيقدي العواقب رهيبة بالنسبة للبلاد وقالت الناس اللي بيريدوا التصويت لصالحه يجب ان يعرفوا انه لن يستمر اربع سنين في منصبه بسبب تدهور النشاط الدماغي عمش عارفة دي شفافية من حبرتك ولا حاجة بترتبه للراجل الغلبان ده ولا انت جاية من المستقبل انت كمان وشايفة لنا في ايه مش عارفة وبعدين يعني هي بتنصح الناس من فضلكم بلاش تنتخبوه عشان راجل ده كبير في السن يا كوتينة صحتي بايدن المهم مسؤول سابق بسندوق النقد الدولي بيعتبر ان كاملة حال فزها بالانتخابات لن تكون حاكما فعليا للبلاد لا يا شيخ ما كلنا عارفين الكلام ده بس هو بقى يعني قالها رسمي بيقول بخلاف ترامب طب الحمد لله قال هاريس بالطبع لن تحكم البلاد ما يسمى بالدولة العميقة هي التي ستحكم كما يحدث في عهد الرئيس الحالي طبعا دي فضيحة الرئيس الحالي بايدن يعني وبيكمل وقال ان ترامب فعلى الارجح سيظل يحاول ان يحكم بنفسه هو بيفايد بصراحة الله يعينه واذا فاز ترامب فقد يواجه مقاومة اضافية من غير الواضح ان ما اذا كان سيسمح له بالحكم لان هناك بالفعل كثير من القضايا الجنائية المرفوعة بحقه ومن الواضح ان هذه الحاملة ضده لن تهدأ بل وستزداد شدة وسيبقى موضوع العزل متداول باستمرار وفي وقت سابق اعرب نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميديفيديف عن اعتقاده بان ترامب الصورة اللي هي عشرة لن يستطيع وقف النزاع في اوكرانيا هو شايف كده هالفوزه واذا حاول فانه قد يلقى مصير الرئيس جون كينيدي لا ربنا يحميه يعني معرفش ليه بيقول كده بس يعني يعني اتمنى الخير للبلد دي والعالم واشنطن والعديد من المدن والشركات في الولايات المتحدة بتستعد لاحتمالية حدوث عنف وفوضى عقب الاعلان عن نتائج الرئاسة الانتخابات الرئاسية البعض وضع الواحي شابية على محلاتهم والبنوك بيشار الى ان 16 ولاية تم نشر فيه اكتر من 3600 من فرق من افراد الحرس الوطني وتأحب للجيش الامريكي والقوات الجوية يعني خلينا اشوف محضركم تقرير عن الموضوع ده ونشوف الناس عامل ايه ربنا يستر الناس خايفة ان اللي حصل في 2020 يتكرر وبنكرر ان ما كانش ترامب ابدا هو السبب في الموضوع ده رجعوا حساباتكم لكن الخوف ان يحصل تجاوزات الفترة اللي جاية فيه ناس بتاخدها الجلالة كده لوحدها وتنزل تكسر وتحرق وفيه ناس مدفوع لها واحنا كنا نتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده نشوف ساوط منذ ايام ينهمك عمال في نشر سياج حديدي حول مدنى البيت الابيض في العاصمة واشنطن وتواصل السلطات الامريكية تنفيذ اجراءات الامنية غير مسبوقة هذا العام افكركم ان انا كنت ايلالكو على خبر قبل كده ان الكونجرس قبل ما ياخد اجهزة وطلع كان وافق على حزمة فلوس علشان خاطر الموضوع ده علشان خاطر تأمين الانتخابات ولو حصل وان الانتخابات نتيجتها ما طلعتش بسرعة ده ممكن يعمل مشاكل يعني فيه ناس متفقلة بتقولك ممكن يكون بكرة اخر اليوم ممكن ياخد يومين تلاتة او يطول زي ما حصل قبل كده لنص ديسمبر لسه مش عارفين ربنا يصطر شكرا